اصدقائي صديقاتي كيف الحال نتمنى تكونوا بخير وعلى خير معكم المنشطة اسية من جمعية كان يا مكان اليوم غادي نقدم لكم نشاط حول تعلم الحروف الهيجائية والاهداف من هذا النشاط تعمق في كتابة الحروف بالعربية الفصحى إنشاء كتاب يحتوي على مجموعة من الحروف ويمكن لكم تتعنوا في إنشاء هذا الكتاب بالأباء والأمهات والإخوان والأخوات ديلكم ولهذا النشاط غادي نحتاجوا ورق مقوة أي ورق الدفتر ملونات فترات قلم رصاص وممحات إلى احتاجينها أول خطوة غادي نقوم بها هناخد الورق المقوة وغنختار حرف من الحروف الهيجائية وهنكتبوه بشكل واضح وكبير وأيضا يمكن لكم تكتبوه بتقنيات مختلفة من بعد كنفكر في شيء كلمة من الأشياء الطبيعية من ثقافة عامة اللي كيبدأ بها الحرف اللي اختارت من بعد كنلونهم بألوان مختلفة سواء بالفترات أو السباغة أو الملونات من بعد ما كنلون كنرسم رسم صغير كيعبر إلى الكلمة اللي اختارت وهذه هي النتيجة النهائية اللي حصلنا عليها في هذا النشاط وهذه بعض الأمثلة ديال صور الحروف مع الرسومات ويمكن لكم تستعنوا بهم في إنشاء كتاب الحروف شكرا بزاف بزاف لا حسن تتبعكم معي في هذا النشاط وكنتمنى أنه ينال إعجابكم وتكونوا استمتعتوا به وما تنسوش تشاركوا معنا الرسومات والحروف اللي رسمتوها وتخليهم لنا في التعليق في حساب الصفحة الرسمية لجمعية كان يا مكان على الفيسبوك إلى اللقاء في نشاط آخر تظهروا في ريوسكم وخليكم مع بعديتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر